بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم معكم الأستاذ ثامر عبد الرحمن العبد اللطيف من برامج ومعاهد التربية الخاصة للصف الثالث متوسط مادة لغتي أحبائي الطلاب والطالبات قبل أن نبدأ في هذا الدرس يجب علينا إزالة جميع المشتتات ثانيا الاستعداد جيدا للدرس ثالثا متابعة التمانين بالكتاب هيا نبدأ درسنا لهذا اليوم وعنوان هذا الدرس الجملة الإسمية أحبائي الطلاب والطالبات هنا توصيات للأسرة حتى يتمكن الطالب والطالبة من الاستفادة الكاملة من المنهج يجب على الأسر مراعاة عدة أمور إذن يجب على الأسرة مراعاة عدة أمور تهيئة الجو المناسب للتعلم والحرص على وجود الطالب في مكان هادئ ونظيف وذو إضاءة جيدة استخدام العبارات المحفزة للطالب وتعزيز استجابته الصحيحة والبعد عن النقد واللوم متابعة الدروس من خلال قناة عين التعليمية أحبائي الطلاب والطالبات هنا سوف نتعرف على أهداف الدرس أن يتعرف الطالب على الجملة الإسمية أن يردد الطالب الجمل الإسمية أن يسمي الطالب الجمل الإسمية أن يستخرج الطالب الجمل الإسمية أن يقرأ الطالب الجمل الإسمية أن يكتب الطالب الجمل الإسمية أحبائي الطلاب والطالبات لدينا هنا في هذا النشاط الاسم لكل لفظ يدل على حيوان الإسم لكل لفظ يدل على نبات الإسم لكل لفظ يدل على إنسان إذن الإسم لكل لفظ يدل على جماد إذن هنا الإسم إذن هنا الإسم لكل لفظ يدل على أحسنتم حيوان والاسم كل لفظ يدل على نبات وأيضا الاسم كل لفظ يدل على إنسان وهنا الاسم كل لفظ يدل على جماعة إذن الاسم كل لفظ يدل على حيوان نبات إنسان جماد أحسنتم يا أحباي الطلاب والطالبات إذن أحباي الطلاب والطالبات شاهدوا معي هنا أمثلة على الاسم إذن سوف نشاهد هذه الأمثلة على الاسم إذن لدينا هنا هذه الأمثلة على الاسم شاهدوا معي يا أحباي الطلاب والطالبات إذن لدينا هنا ثعلب إذن لدينا هنا ثعلب كرسي إذن لدينا هنا ثعلب ولدينا هنا كرسي إذن كرسي ثعلب أحسنتم يا أحباي الطلاب والطالبات إذن أمثلة على الاسم إذن أمثلة على الاسم إذن المعلم وهنا أحمد إذن هذا الاسم مثال على الاسم أحمد شجرة الكرسي الكرسي ثعلب الشمس ليلة إذن أحباي الطلاب والطالبات هذه أمثلة على الاسم المعلم أحمد شجرة الكرسي ثعلب الشمس ليلة أحباي الطلاب والطالبات رددوا معي المعلم أحمد شجرة الكرسي الكرسي ثعلب الشمس ليلة إذن أحباي الطلاب والطالبات هنا في النشاط الأول لاحظ الجمل إذن لاحظ الجمل هنا الجملة الاسمية إذن لاحظ الجمل الجملة الاسمية إذن الجملة الاسمية هي كل جملة تبدأ باسم وهي ما تقدم فيها العنصر الاسمي إذن وهي ما تقدم فيها العنصر الاسمي ويتكون تركيبها الأساسي من جزئين إذن ويتكون تركيبها الأساسي من جزئين هنا لدينا مكونات الجملة الاسمية مبتدأ وخبر إذن مبتدأ وخبر أحباي الطلاب والطالبات شاهدوا معي هنا الجملة الاسمية إذن هيا نشاهد الجملة الاسمية إذن تتكون الجملة الاسمية إذن تتكون الجملة الاسمية من مبتدأ وخبر إذن تتكون الجملة الاسمية من مبتدأ وخبر إذن مبتدأ وخبر إذن تتكون الجملة الإسمية من مبتدأ وخبر هيا نشاهد مثال على الجملة الإسمية إذن هيا نشاهد مثال على الجملة الإسمية القمر مبتدأ منير خبر إذن القمر القمر منير إذن القمر منير القمر مبتدأ منير خبر أحبايا الطلاب والطالبات ولدينا هنا أيضا الشمس مشرقة الشمس مشرقة أحبايا الطلاب والطالبات في هذا النشاط إذن سوف نتعرف أيضا على المبتدأ والخبر ولدينا هنا هذه الجملة الإسمية إذن لدينا هذه الجملة الإسمية الشمس مشرقة الشمس مبتدأ ومشرقة خبر إذن هيا نشاهد هنا الشمس 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 إذن الشمس هنا مبتدأ إذن الشمس هنا مبتدأ وهنا مشرقة إذن مشرقة خبر إذن هنا مشرقة تكون خبر إذن الشمس مبتدأ مشرقة خبر أحسنتم يا أحبايا الطلاب والطالبات إذن هنا يا أحبايا الطلاب والطالبات في النشاط الثاني الموجود في الكتاب صفحة 52 إذن النشاط الثاني الموجود في الكتاب صفحة 52 هيا نشاهد هنا يا أحبايا الطلاب والطالبات صل الجملة الإسمية بالصورة المناسبة صل الجملة الإسمية بالصورة المناسبة إذن لدينا مجموعة من الجمل ولدينا أيضا مجموعة من الصور سوف نصل الجملة المناسبة بالصورة المناسبة إذن سوف نصل الجملة المناسبة بالصورة المناسبة شاهدوا معي هنا يا أحبائي الطلاب والطالبات الحديقة واسعة إذن الحديقة واسعة الحديقة مبتدأ واسعة خبر إذن الحديقة واسعة شاهدوا معي يا أحبائي الطلاب والطالبات هنا الحديقة واسعة إذن الحديقة واسعة الرياضة مفيدة الرياضة مفيدة إذن الرياضة مبتدأ مفيدة خبر أحسنتم يا أحباي الطلاب والطالبات إذن هنا الرياضة مفيدة المكان جميل إذن هنا المكان جميل أحسنتم يا أحباي الطلاب والطالبات إذن أحباي الطلاب والطالبات أشكركم على حسن الاستماع كان معكم الأستاذ ثامر عبد الرحمن العبد اللطيف وإلى درس الآخر